أكد قدسة البابا تودرس أثاني بابا الأسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية على أهمية المشاركة في الانتخابات كما أوضح أن الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين وليس لها توجه سياسي معين لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال المشاركة في تصويت جاء ذلك خلال استقباله المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوافد المرافق له وعبر فريد زهران عن تقديره لدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية كما أوضح المرشح رؤيته وأسباب ترشح للانتخابات وطلب من قدسة البابا وكل رموز الدينية ومن له التأثير على الشعب المصري دعوة المصريين للمشاركة